السلام عليكم كل فترة أخرى نعلق على بعض الميمز الطبية وهدفنا من ذلك ليس الترفيه فقط بل التعلم أيضا لأن أغلب الميمز الطبية تكون عبارة عن أخطاء ونحن بتعليقنا عليها نصححها وأنت باجتماعك لها تصححها وهكذا 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 المهم محرر القناة جمع مجموعة ميمز أجنبية وترجمها لنا ونحن سنجاهدها معنا المرة الأولى ونعلق عليها نبدأ على برواكت الله الناس الطبيعيين موديل الانستجرون لا تعليق مما لا شك به يا أحمد أن تعمل تقويس العمود الفقري بهذا الشكل لتبدو بعض أشزاء الجسم أكبر أعتقد فاهم هذا أمر غير صحي إطلاقا ويسبب على المدى الطويل أضرار في غضاريف ما بين الفقرات وتأكد لو حدث خلال وقتها أن أكثر ما سيهمك أن تقف على قدميك بدون ألم وأساس الموديل الانستجرون أو غيرهن من الفتيات هدفهم من هذه الحركة أو غيرها هو إظهار مفاتنهن للشباب والباقي تعرفون يسأل عن مكان الألم ثم يضع يده علي في العادة إذا تلاحظ الأطباء يسألون المريض عن مكان ألمه ثم يضعون أيديهم عليه فيزداد ألمه صحيح ولكن دعني أفسر لك سبب قيامنا بذلك حتى لا تسبنا المرة القادمة وأنت خارج من عندنا أعتقد أننا لا نسمعك أنا آذان في كل مكان يا صديقي مثلا لو كنت تعاني من التهاب الزائد الدودية مكانها في الجسم هنا ولكن في بداية هذا الالتهاب يكون الألم حول السر هنا وفي مراحل متقدم ينتقل الألم إلى هذه المنطقة وفي المراحل المتأخرة لهذا المرض يصبح الألم في منطقة الزائد الدودية فعندما تأتي وتعاني ألم هنا مثلا حول السر أو في المنطقة هذه نحن بدغط عليه نعرف العضو المتأثر الحقيقي بسبب وجود ديفانس أو ردة فعل قوية فالهدف هو تحديد نوع الألم من خلال معرفة سببه هذا التفسير أحبتي في الله فلا تخلقوا من الأطباء هم يعرفون جيدا ما يفعلون السيد كما أخبرتك دكتور المشكلة أن السمنة تجري في جينات عائلتي طبيب لا المشكلة أن لا أحد بعائلتك يجري قد تكون السمنة بعام الوراثي وهذا أمر علمي ولكن ليست مبرر لكي لا تهتم بصحته من خلال تناول أكل الصحي ومارسة الرياضة كيف أصبح مرن في خمس دقائق؟ بعد 11 دقيقة تقريبا كيف أصدح العضل الممزق في خمس دقائق؟ أذكر مرة نظرت لأحدى صور لاعبي كمال الأجسام فقلت في نفسي ماذا ينقصني لأصبح مثله الكثير يا صديقي بالفعل ذهبت الجم وسجلت به وسألت أحد المدربين هناك أن يكتب لي برنامج تدريب حتى أصبح مثل الصورة فقال لي تمرن على كل الآلات مرة واحدة يعني كنوع من الإحمام تمرنت يومه ولما عدت للمنزل جسمي لا أشعر به إطلاقا جلس لأسبوع كامل في الفراش من التعب بالمعنى الحرفي جاءت الجم عنها؟ لا أتوقفت فقط عن متابعة صور لاعبي كمالأجسام ومن يوم ما الحمد لله من يح الفكرة تمرن وكن صحيا ولكن لا تنتظر نتائج بسرعة فما يأتي بسرعة يذهب بسرعة لقد كسرت يدي في ثلاثة مناطق مختلفة والطبيب حسنا لا تذهب مجددا لتلك المناطق تقدر هذا مزاحة لأطباء الكبار في السن يعني أتخيل لو قلت هذا الأمر لأحد المرضى أعتقد أن آخر شيء سيفعله هو أن يضحك يقول الطبيب أن لديك 24 ساعة لتعيش مزين العرق 48 ساعة حماية يبدو كإعلان لشركة مزين العرق يعني هذا الميم أعتقد يحتاج نظرة من ساوية مختلفة اسمع أولا الأعمار بيد الله عز وجل ولا يمكن لأي طبيب في العالم أن يخبرك بوقت وفاتك لأن أنا باختصالها لعالم الغير طيب كيف يقدر الأطباء العمر المتبقي للمريض مثلا في مرضى السرطان عندما نقوم بعمل صورة بت سي تي للمريض لنعرف مدى انتشار السرطان في جسم المريض ونلاحظ أنه انتشر في كل جسمه هناها طبييا يصبح الشفاء مستحيل لأن كل الأعضاء تكون قد تدمرت منها من يحتاج زراعه ومنها من يحتاج استئصال إلى آخره فنقدر حينها العمر المتوقع المتبقي لأعضاء الأساسية لديه قد يقدر الطبيب أنك ربما تعيش شهر ولكن قد تعيش سنة أو أقل من شهر وتذكر لا مستحيل عند الله عز وجل ونمنظرنا لهذا الأمر من زاوية مختلفة نلاحظ أنه مهما كان بك من مرض ومهما أخبرناك أطباء عن مرضك إطلاقا التي أسمن روح الله عز وجل لأن الشفاء والدواء بيده وما نحن إلا وسيلة فقط لشفائك وكم من أناس أخبروا أنهم سيعيشون أشهر وعاشوا سنين ومات الطبيب ومن شخصهم قبلهم والقصص كثيرة الطبيب المريض بين يدي الله الآن شخص مستغرب يعني كأنه يقول كيف بين يدي الله وكل هذه الأجهزة حوله يا عزيزي كل هذه الأجهزة سببا في شفائه بإذن الله وليست الشافي نعم هو بين يدي الله عز وجل الذي يحيي ويميت أم أنك تستطيع أن تحيي شخص بقدرتك رائع لقد خسرت سبعين كيلو اليوم عندما يأكلك دب أول من سيهنئك ساعتك الرقمية أعتقد المفروض يكون هيك العنوان الجسم ارفع درجة الحرارة لنقتل البكتيريا الإنسان خذ دواء لخفض الحرارة الجسم مستغرب الحمى أحبتي في الله هي شيء جيد هي ردة فعل الجسم الحفاظ على صحتك فعندما تتعرض لعدوهما يأمر دماغك أن يقوم برفع درجة حرارة الجسم لأن بعض أنواع البكتيريا تموت في درجة الحرارة المرتفعة حتى أن الجسم يعني يجعلك تشعر بالبرد وتشعر بالرعشة فتجدك تلبس ملابش ثقيلة حتى يزيد من درجة حرارته يعني باقتصار لا يجب عليك تناول خافضات الحرارة على مزاجك يجب أن تراجع الطبيب عند التعرض للحمى وخصوصا الأطفال والطبيب يقرر حينها بناء على عوام الكثيرة هل يناسبك تناول خافضات الحرارة أم لا أشكال النوم لكل مهنة المعلم المحامي المهندس الطبيب طبيب مثل أسماك القرش القرش هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يتوقف عن حركة منذ ولادته حتى مماته حقيقة مع الأسف حتى أنه قبل فترة ليست بعيدة إحدى الطبيبات بعد أن أنهت منوبة ليلية لم تنم خلالها وخلال عودتها إلى المنزل وأثناء قيادتها للسيارة غفت من التعب فصدمت بإحدى الحافلات وماتت على الفور رحمها الله وطالب مجتمع الأطباء وقتها بتخفيض ساعات الدوام لدى الأطباء ولكن كما قلنا سابقاً الطب هي مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنة مادية فرفقاً بلا طباء كان هناك خطأ مع الأسف كان المفترض أن نقطع قدمك اليسرى طيب قدمي المريض غير مقطوع طبيب قطعت قدمه على ما يبدو تذكرت موقف لا أحسد عليه دعنا أكبركم إياه من الأمور الاعتهادية التي نقوم بها كأطباء هي أخذ السيرة الطبية يعني نسأل المريض عن ألمه وساب قدومه إلى المشفى قبل أن ننقله إلى المعاينة السريرية من تلك الأسئلة هل يوجد إليك ألم أو انتفاق في قدمك اليمنى أو اليسرى أتذكر أنني سألت هذا السؤال لفتاة كان عمرها 28 سنة وكانت مستلقية على السرير وجسدها مغطى فقالت لي قدمي اليمنى بوترت وقتها حزنت جداً من سؤالي طبعاً وهذا أعطاني فكرة عن قصتها الطبية وساعدني في تشخيصها ولكن فقط حزنت من ردة فعلها الطبيب يبدو أنه لا يوجد لديك تأمين صحي لذلك سنتركك تموت بسلام أنا ممتاز شكراً لك يعني غير مضحك بالنسبة لي ولكن هو واقع مع الأسف ولو سألت لماذا تكاليف التشخيص والدواء والعلاج مرتفعة جداً في كل أنحاء العالم ببساطة لأن تكاليف الأجهزة الطبية والأدوية وأجور الأطباء مرتفعة جداً والتأمين الصحي يغطي جزء من هذه التكاليف طبعاً الحافظ هو الله عز وجل ولكن نظام المؤسسات الصحية يعتمد على التأمين بشكل كبير الطبيب أنت سليم كالحصان سيد ممتاز طبيب حصان مصاب بالسرطان يعني أيضاً أعتقد أن هنا آخر شيء سيفعله المريض هو أن يضحك أخصائي الجلدية في المدرجات يقصد أنهم يختبئون من أشعة الشمس أعتقد أنهم أكثر ناس درسة وتخصصة في أضرار أشعة الشمس على الجلد صحيح أن شعة الشمس مهمة جداً في صنع فيتامين دال في جسدك ولكن لها أضرار كثيرة جداً أقلها الشخوخة المبكرة يعني الطبيعي أن يتعرض الإنسان للشمس من 5 إلى 10 دقائق ثلاث مرات أسبوعياً كافية للجسم ولكن الزيادة عن ذلك تسبب أضرار كثيرة له يعني تخيل عندما تكون في الشمس وتصبح بشرتك سوداء هذا ليست هم هذه آلية يقوم بها الجسم بزيادة صبغة الجلد للحفاظ عليه وحمايته يعني واقع الشمس مهم ولكنه غير كافي ألا أهم أن تقلل من تعرضك لأشعة الشمس هاي دكتور زوجتي تمر بالمخاض وستلت أوكي لا تقلق هل هذا هو ابنها الأول؟ لا هذا زوجها ألا أجيد التوتر أصنع أكثر من ذلك ألم رأس الشخص الطبيعي أعتقد أنني لم أنم جيداً طلاب الطب أعتقد أن لدي سرطان هذه حقيقة مع الأسف يعني من كثر الأعراض والأمراض التي يدرسها طلاب الطب يصبح لديهم وهم أنهم ربما يعانون من تلك الأمراض مثلاً قاعدة طبية معروفة إذا اكتشف السرطان في مراحل مبكرة يكون القضاء عليه أسهل فعندما يعاني طالب الطب من أي ألم في أعضائه تأتي هذه القاعدة على باله ويقول لا يجب علي أن أهمل هذا الأمر ربما يكون الأمر أخطر ربما أكون معاني من السرطان في مراحل مبكرة وباكتشافي له أتخلص منه فتجده يبدأ بعمل فحوصات كثيرة لا داعي لها كان لدي صديق في كلية الطب في كل قسم يدوم به يجري كل الفحوصات التي تجرى للمرضى هناك باعتقاد لديه أنه يعاني من إحدى الأمراض التي درسها في ذلك القسم حبوب منع الحمل في الألمانية حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل هي تمنع حدوث حمل يعني تمنع تكوين الأطفال ولكنها لا تقتل الأطفال وترجمتها في الألمانية أنها حبوب مضادة للأطفال غريب أنا في حمية الآن في العادة أكل ست قطع بيتزا الآن أكل ثلاثة فقط والكمية نفسها هذا احتيال على نفسيتك وليس على جسدك يا صديقي احفظ هذا الميزال المهم في أي حمية ثلث لشرابك ثلث لطعامك ثلث لنفسك وهذا بمناسبة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالمقتصر فكر بي هكذا كل بالقدر الذي تعتقد أنك تحتاجه لبدل مجهوداتك فلو كنت تعمل في البناء وتبدل طاقة عالية وتستهلك سعرات حالية كثيرة كل بالقدر الذي تحتاجه ونفس الأمر لو كنت تعمل في مكتب ولا تحتاج لكمية كبيرة من السرات الحالية فكل بقدر أقل لأنك إذا لم تطبق هذه القاعدة ستصاب بالسمنة أو النحف أعتقدك في ميزال الآن يعني يوجد صور أخرى ولكن يعني إذا تحبون نقوم بالتعليق عليها في حلقات قادمة إن شاء الله أتمنى لكم يوما طيبا مليئا بالتوفيق والنجاح في النهاية شريك نبرائي في مكان التعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسى الأجاب به ودنتم في أماننا اشتركوا في القناة